أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت تيجرينتش مجلس الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي تميز العلاقات التاريخية بين البلدين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للرئيس الوزراء الهندي في القصر الاتحادية وعاقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت مناقشة سبول تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية إلى جانب التوقيع على أعلان مشترك لرفع العلاقات بين البلدين لمستوى شراكة الاستراتيجية وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة سبول تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات خاصة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات فضلا عن تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين وكذلك تنمية الاتثبارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة كما قام الرئيس السيسي بتقليد رئيس الوزراء الهندي بقلادة نيل التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية وعظمها شأنا وقدرا أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إطلاق حملة 100 مليون أو 100 يوم صحة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتح السيسي لها يعزز الاهتمام الذي توليه الدولة بالنهوض بالخدمات التي تقدم في مجال الصحة العامة خاصة للفئات الأولى بالرعاية والوصول بتلك الخدمات لها في سائل أنحاء الجمهورية جاء ذلك خلال إطلاق رئيس الوزراء حملة 100 يوم صحة التي تقدم خدمتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة تحت رعاية رئيس الجمهورية وقام رئيس الوزراء عقب الإطلاق بتفقد استفاف العيادات الصحية المتنقلة والتي ستتواجد في الميادين والقرى والنجوع في المحافظات كافة وقع بنك التنمية الألمانية بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية اتفاق مبادلة ديون بقيمة 454 مليون يورو مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري حيث ويع في هذا الاتفاق مصر من سدد ديون قيمتها 54 مليون يورو من أجل استخدامها في تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء في مصر وكانت الحكومة الألمانية قد تعهدت في أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمناخة في شرم الشيخ كوب 27 في شهر نوفمبر 2022 بالمساهمة بشكل كبير في مبادرة مصر محور الماء والطعام والطاقة وتماشياً مع هذا الحدث فقد قدمت ألمانيا حزمة تمويلية إجمالية تزيد عن 250 مليون يورو لنفس هذا الغرض تشتمل على إعفاء من الدين ومنح وقروض ميسرة للغاية تبدأ اليوم أول أيام مناسك الحج وهو يوم التروية الموافق الثامن من شهر ذي الحج ويطلق على اليوم الثامن من ذي الحج اسم يوم التروية بسبب عملية تروية الحجاج بالماء في هذا اليوم استعداداً للأيام القادمة في المناسك الحجية أعلن البيت الأبيض أن رئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع نظيره الأوكراني بلودامير زيلانيسكي خلال اتصال هاتفي ناقش الهجوم المضاد على القوات الروسية والدعم الأمريكي لأوكرانيا ومن جانبه قال زيلانيسكي أنه بحث مع بايدن في ملف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وتعمق التعاون الدفاعي مع التركيز على الأسلحة البعيدة المدى وأكد زيلانيسكي أنه يجب على العالم أن يضغط على روسيا لحين إعادة إرساء نظام الدولي أعلن رئيس الوزراء اليوناني السابق كرياكوس ميتو تاكس فوزه في الانتخابات التشريعية بتفويد قوي ما يضمن له رئاسة الحكومة لولاية ثانية وقال ميتو تاكس بعدما حصد حزبه الديمقراطية الجديدة أكثر من 40% من الأصوات إن هناك إصلاحات كبرى ستطبق سريعا في البلاد ورياضيا استهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المقامة حاليا في المغرب بالتعادل السلبي مع منتخب النيجر في المباراة التي أقيمت على أستاذ تنجا الكبير في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية للمصابقة القرية ويلعب المنتخب الوطني مباراته الثانية في البطولة الأربعاء المقبل أمام منتخب مالي على أن يختتم منافسات دور الأول بمواجهة منتخب الجابون السبت القادم وتعد البطولة الإفريقية مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة فيما يأخذ المنتخب صاحب المركز الرابع مباراة الملحق مع نظره من قارة أسيا ختم ومجاز الثامنة فاصل وعود لحظاتكم من استكمال باقي فقرات صباحا خير يا مصر